موسيقى صباح الخير مشاهدينا اليوم التنين 12 ايار 2014 حالة جديدة من برنامج الحدث بطلع عليكم مباشرة من قناة الجديد في بيروت جملة من الملفات سنبحث اليوم على طاولة الحوار مع ضيفي يلي اجا رغم مرضه كان من المفترض انه يعتذر عن حلقة اليوم بس رغم المرض اراد انه شاركنا هذه الحلقة اهلا وسهلا فيك رئيس كتلة الكتائب النيابية النائب اليمروني اهلا وسهلا فيك في هذه الحلقة اهلا فيك الجديد غالي على قلبنا حتى لو كنا مرضى من لبي الطلع اهلا وسهلا فيك دائما ضيف عزيز في هذا البرنامج وهذه المحطة الكثير من الملفات اليوم سنحاول القراءة بتفاصيلها بدءا من ملف الرئاسيات هذا الملف اين اصبح اليوم على اعتاب الخامس والعشرين من ايار مهلة انتهاء ولاية الرئيس ميشيل سليمان هل نحن امام فراغ او تحديدا كما المصطلح شغور في سدة الرئاسة هل نحن امام مشروع تمديد كما بات هيكي يتداول في الصحف ضمن اطار تقنيا تصريف الاعمال الصلاحيات الى اين المباحثات موقف بكركي موقف الدول الداعمة لبنانة هذا الاستحقاق كل هذه الاسئلة ما لها وما عليها في الداخل اللبناني سنحاول بحثة اليوم في هذه الحلقة بدنا نتوقف شوي عن موضوع المحكمة الدولية واستدعاء الصحفيين حضرتك ان اليك موقف في هذا الاطار مع المحكمة ومع حرية الصحافة بدنا نرجع نسأل اكثر في هذا الموضوع اضافة الى ملفات اخرى اكام متعلقة بالداخل اللبناني من سلسلة الرتب والرواتب ام مرتبطة بشكل مباشر او غير مباشر بملفات دولية اهلا وصالة فيك السيزة الي في هذه الحلقة البداية من الملف الرئاسي الملف الرئاسي الى اين في لبنان يعني كل المؤشرات اذا بدنا نشوف لوين وصلنا من 25 ازار لليوم بل من قبل 25 ازار بتشير وللأسف الى انه نحن رايحين الى الفراغ الحتمي لانه اليوم في فريقين كل فريق له مرشحه وبالتالي بعد من وجد خط الوصل ما بين هذين الفريقين حتى نقدر نقول انه قر اكترب موعد ولادة الرئيس الجديد فلذلك ملف الرئاسي يذهب الى الفراغ الى الفراغ البعيد يعني ممكن بين ابو ايلول لتكون انتهت كل الاستحقاقات بالعالم العربي من سوريا الى مصر الى العراق ماذا عن لبنانة هذا الاستحقاق؟ كان لدينا فرصة ذهبية بين 25 ازار و 20 ايار حتى لأول مرة يمكن ننتج رئيس طنيعة في لبنان للأسف مرة جديدة عم يثبتوا بعض القاضي انه غير راشدين وغير قادرين على ادارة شؤون البلد وعلى لبنانة كل الاستحقاقات وما زالوا ينتظرون دايما التدخل الخارجي والتدخل الاقليمي حتى يقوموا بما يجب عليهم القيام به من اخرى اليوم اخرى التشبس الاستفزاز الواقع الرهن يعني اذا بتطلع اليوم فيه مرشح لـ 8 ازار هو الورقة البيضاء فيه مرشح لـ 14 ازار هو دكتور سمير جعجة في مرشح وسطي شو ما بدك تعمل لترجع تخلط هذه الاوراق حتى الساعة هذا الامر المستحيل تبس يعني على الاساس الكل متهم بالتأخير ما فيك تتهم فريق 14 ازار لسبب مش لاني بدي دافع عنه نحنا على الاقل عم ننزل على مجلس النواب نحضر الجلسات وهذا واجب ونأمن النصاب شفنا نحنا الورقة البيضاء كمان مظهر ديمقراطي أنا مع الورقة البيضاء بس في غياب جلسات البائية صار فيها غياب وما في نصاب وهلأ من هلأ بنقول لك الخميس ما في نصاب يعني أنا مع حر يجي النائب ينتخب من يريد ومن يشاء أو يضع ورقة بيضاء هذه حرية مطلقة ومقدسة لكن برغم انه ما في شي بيجبره يحضر جلسات انتخاب الرئيس بس بس بنفس الوقت الأخلاقية الوطنية والسلوب الوطنية بس ما هذه لعبة ديمقراطية يعني ما في الأخلاقية الوطنية بس اللعبة الديمقراطية بتتوقف لما منكون عم نضرب البلد نحنا اليوم إذا وصلنا إلى 25 أيار وعم نفوت إلى الفراغ معناتها عم ندمر مؤسساتنا ومعناتها معناتها بع النواب اللي قاطعوا النصاب قاطعوا تأمين النصاب هو دي أوصلوا البلد إلى الفراغ وكلنا بنعرف أنه الفراغ مدمر لأنه رأس الهرم الدستوري هو رئيس الجمهورية ليش ما منوصل لتوافق اليوم لما بتقول حضرتك أنه 14 عنده موقفة 8 عنده موقفة وما أجيت صلة الوصل بين الفريقين لماذا لم تصل اللبنة إلى حد أن تتشكل صلة الوصل بين الفريقين من يتشبث برأيه كي لا يكون هناك صلة الوصل بين الفريقين أنا برأيي هو فريق 8 أصدر لسبب لأنه هو عم بيقاطع النصاب ورافض أي حوار بس اليوم فريق 8 أصدر خليني كامل ما بتوصل للجواء لأنه بيقلك أنا مرشحي هو العماد عون وبالتالي العماد عون بيقول أنا ما بيقبل خود المعركة إلا توفقيا من يكون فيه توفق حول شخصي وهذا أمر مستحيل لأنه اليوم بعد كل هذه التجربة السياسية مع العماد عون يحتاج إلى وقت طويل لإثبات دوره الوفاقي لأنه فيه ملفات كتير مطروحة وأسئلة كتير مطروحة علي علي الإيجابة عنها وتنفيذها حتى نقدر نبلش أنه بدأ يسلق الخط التوافقي بالمقابل في عندك بـ 14 أزار مرشح أعلى منذ أيام أنه هو مع المرشح اللي بيتبنى البرنامج اللي على أساسه خاضر معركة وأنه مستعد يزيح لمن يتبنى هذا البرنامج بس هذا البرنامج قد ينفع لأن يكون أنا ما بدي دفعي أنا ما بدي دفعي قد ينفع هذا البرنامج ليكون توافقي أنا أكيد إذا قريته بالتفاصيل الدقيقة والمملي بتشوفوا أنه برنامج لبناني أنا قريته بالتفاصيل لبناني صنع في لبنان يعطيه أي مرشح قادر يتبنى بيكون عم يتبنى برنامج كامل لرئيج ومهورية بهذا البرنامج أنا ما بدي فوت بالتفاصيل لأنه فعليا هذا السؤال يوجه للقوات اللبنانية بس أنتوا اليوم تبنيتوا هذا الترشيح كفريق 14 أزار وبالتالي تبنيتم هذا البرنامج إذا ما سحب حزب الله من هذا البرنامج شو بيبقى فيه؟ أول شيء جزء حزب الله هو المشكلة الأمنية والسياسية بغض النظر هذا البرنامج مش قائم على حزب الله؟ بدون شك ما عم قللك حزب الله هو المشكلة الأمنية والسياسية لكن فيه بالبلد مشاكل أخرى كثيرة من المدرسة إلى الجامعة إلى الطريق إلى زحمة السير إلى المياه إلى الهواء إلى الكهرباء هاو كلها كمان بدأ معالجي لأن الحياة مش فقط سياسية فيه إنماء وفيه سياسي فيه حياة اجتماعية وفيه سياسية ولكن بالنتيجة لش ما ننتخبه وراء أصبعنا؟ نعني صلنا سنوات طويلة على طاولة الحوار من الدوحة إلى مجلس النواب إلى بعضنا المشكلة هي حزب الله وسلاحه اليوم إذا ما ناخد معركة رئاسة الجمهورية فيك أنت تتجاوز هذه المشكلة؟ هذه هي المشكلة الرئيسية الموجودة في البلد على أي أساس بتكون تخدوا هذه المعركة ضد حزب الله وأنتوا قعدوا معه على طاولة واحدة بالحكومة؟ نحن عدنا معه لأنه هو جزء أساسي من التركيب اللبناني لكن ما عدنا معه وموفقين له على سلاحه وموفقين على مشاركته بالحرب في سوريا اليوم أنا بقعد معك بقعد معك لأنعك بوجهة نظري بس قد يكون هيدا مش موقف كل 14 أزار لحد يتهلأ هيدا موقف كل 14 أزار وإلا ما تبنيت 14 أزار التصويت للدكتور سمير جعجا وما تبنيت هذا المشروع بس ما حاج وفيق صفا وجلساته بوزارة الداخلية هذه أمور أمنية مش بس أمور أمنية حتى حينما يتحدث الوزير أشرف لي في أن يا جماعة أنا صيلة الوصل مع حزب الله حتى لو التنسيق عم يكون بالداخلية اليوم ولقاءات تلك الوطن الحر مع المستقبل يعني بدي خبرك أنه أنت مع انقطاع الحوار لا بالعكس لا بالعكس تسلم لي لو ما في مشكلة ما في حوار اليوم نهادر مشنوء هو وزير الداخلية وزير داخلية كل لبنان وكل لبنانيين أنا شخصيا تنقشت معه بموضوع وجود وفي أصفة على طولة 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 الاجتماعات مع الأجهزة الأمنية وكان الزلمية محرق أنه اليوم أنا بدي حل مشكلة ببلدة لطفائل وبالتالي ما فيه قدامي خيار النظام المعارضة حزب الله مع مين بتعطي؟ بتعطي مع الفريق اللبناني هي لم تكن هي فكرة شرحة على كل حال وزير وزير الداخلية ضمن إطار التقني البحث وزير الداخلية أصر يوما على وضع ضمن إطار التقني البحث طبعا وهيك أنا شعر بس فعليا لم تكن هي يوم التواصل الوحيد الحوار لازم يضل مستمر ومتواصل حتى في حوار مبين تيار المستقبل حتى ما أحكي كثير عن هذه الفكرة في حوار مستمر مبين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر اليوم شو علينا نحن نرحب بكل حوار ودروري كل حوار لأنه حتى تزيل كل المشاكل أين أنتم من هذا الحوار؟ نحن على التلاطين بكل التفاصيل اللي عم بتصير ونحن في صلب هذا الحوار ونحن أيضا عم نقوم بحوارات مثل ما هني عم بيقوموا بحوارات نحن عم نقوم بحوار ومنذ أيام شفنا جولة الرئيس أمين جميل على الوزير الفرنجي وعلى كل القيادات السياسية وهلأ بهاللحظات موجود ببكركي ورح يستكمل جولته بتجاه قيادات أخرى لأنه الرئيس أمين جميل يؤمن بالحوار ويؤمن به كوسيل للتواصل بين اللبنانيين ولا يجوز أنه نقطع خيط معاوية بيننا وبين كل الأفريقاء اللبنانية لماذا هذه الجولة لرئيس جميل؟ أو بالأحرى شو صار فيها نتيجة حتى الآن؟ الرئيس أمين جميل وضع ترشيحه جانبا وذهب لإنقاذ الجمهورية ولينقذ الجمهورية بحاجة إلى التواصل مع كل القيادات اللبنانية الله يرى في هذه الجولة هي وضع الترشيح على الطاول ممكن أن تسأل كل القيادات التي زارها أن الرئيس أمين جميل لم يبحث بهذا الموضوع لأنه لا يجوز أن يقوم بمبادرة وهو طرف فيها اليوم الرئيس أمين جميل تخلى عن كل طروحات الترشيح وذهب وسمى ما ذهب من أجله مغامرة إنقاذ الجمهورية لأنه في حدا بده يشتازي الحواجز في حدا بده يخرق الصفوف في حدا بده يتعاطى مع كل الأفريقاء ما حدا قدر عملها إلا الرئيس أمين جميل لأنه اليوم هو عراب ونأمل أن ينجح في مسعى عراب السياسة اللبنانية الوفاق اللبناني الاستمراري لا طالما كان الرئيس أمين جميل ضمن منطق هذا الحوار الكل يذكر يوم كانت أربط عشر أدار بأكثر المحلات عادية لذلك خلينا نحط الترشيح هذه الأمور المتوقفة عند كل الأفريقاء حتى الساعة صار زاير جزء كبير من القيادات السياسية الرئيس أمين جميل ماذا لمس حتى الساعة ما هي النتيجة حتى الساعة التي وصلنا إليها وين مضموا والذي قالوا بالعلان لأن هذه المبادرتهم يملك حق الإفشيح عنها وتفاصيلها سأقول أن حتى الساعة وجد معظم الأفريقاء التي يزارون أنه نية بإجراء الانتخابات ورغبة بإجراءها ضمن موعدها الدستوري لكن هل نستطيع أن نقول لأحد المرشحين أن نسحب بنا الترشيح هذه بعد ما وصلنا له لكن اليوم الرئيس جميل أكيد بيبكركي عم بحط الباترياركي اللي هو الباترياركي الروحي والعراب الروحي للوفاق فصار عنا عرامين اليوم العراب السياسي والعراب الروحي وإن شاء الله يقيموا ما هو اللقاء اليوم أي طبيعي يقيم مبادرة الرئيس أمين الجمعية قد تصفر دعوة من قبل قد قد يعني همقول تصفر دعوة من قبل الباتريارك إلى القيادات المرونية للاجتماع والانتفاق حول هذه الأمور كان يحكي عن هكذا موضوع أنه إذا ما وصلنا إلى مرحلة من الوقت الضيق جدا قبل الانتخابات الرئيسية قد نصل إلى دعوة من بكركي للقيادات المرونية ولكن هذه الدعوة اليوم قد يتمون بكركي على القيادات مفروض أنه يتمون لأنه مفروض إذا نحن تحت ظل الكنيسة وإذا نحن برعاية بكركي وبكركي هو رأس الكنيسة المسيحية اليوم مفروض أن نتجاوب مع طروحاتها الهادفة إلى استمرارية الدولة اللبنانية وإلى عدم الوقوع بالفراغ نحن نهدف إلى عدم الوقوع في الفراغ إلى استمرارية الدولة اللبنانية فلذلك حركتنا كلها اليوم ليس منصبة حول تسويق مرشح حركتنا منصبة حول منع الفراغ حول انتخاب رئيس ضمن المهل الدستوري ممكن تنجح هذه الحركة أدي حظوظ نجاحها بالمية أتمنى عليك هيك رأم تقريبي خمسين، أربعين، ثلاثين، سبعين يعني هي مش عملية حسابية هس هي على الأقل ملموسة خليني إليك الواقع على الأرض حتى اللحظة سفر بالمية خلال، فصل نحن الواقع على الأمر حتى اللحظة لكن مش معناتها ماذا قد يغير هذا؟ خليل، مش معناتها أنه منستسليم لأنه نحن هيدا لبنان إلنا ومتمسكين فيه ماذا قد يغير هذه النتيجة؟ إذا رهنا على الوعي عند القيادات على تحمل المسؤولية على الضغط الشعبي على الضمير يمكن يتغير هذا الأمر باللحظات الأخيرة ولكن للأسف بعض القيادات عندنا في لبنان اعتادت على تلقي التعليمات من الخارج وعلى استماع إلى أوامر الخارج وبنشوف نحن بكرة التعاطي الخارجي المؤثر في الساحة الداخلية قد يش رح تغير بهذه المعطيات؟ في معلومات وردت منذ قليل أنه سيكون هناك لقاء في الساعات المقبلة بين الرئيس سعد الحريري والنائب سامي الجميل في باريس قلتلك نحن مفتحين على التواصل والحبار مع كل أفريقاء فكيف بين الحلفاء؟ يعني من الطبيعي جدا أنه يكون في لقاء بين الشيخ سامي والرئيس سعد الحريري بين الرئيس جميل ورئيس سعد الحريري وبالتالي ستستكمل هذه الاتصالات على كل المستويات في لبنان ومع القيادات اللبنانية الموجودة بالخارج وأهم دولة الرئيس سعد الحريري اليوم إذا وصلنا إلى 25 أيار وانتهى عهد الرئيس ميشيل السيمان سيبقى الدكتور سامير جعجع مرشح 14 أذار؟ حتى الساعة الدكتور سامير جعجع مرشح وحتى الساعة ما زالت 14 أذار دائمة لهذا الترشيح وسنذهب بالخميس للتصويت للدكتور سامير جعجع فيما بعد بانتظار الساعة المقيمة أنت بتعرف ما هذا قرار 14 أذار مش قرارنا لحالنا وبالتالي قبل وبعد كل جلسة انتخاب في اجتماع تقييمي ويتخذ القرار المناسب باللحظة المناسب تأخذون على الفريق الآخر أنه يذهب إلى المواجهة أن العماد عون مش مرشح توافقي وبالتالي لا يمكن أن يشكل هو صيلة الوصل ما بين 8 و 14 لتأمين رئيس تم دكتور جعجع نفس الشيء حالة مشابهة ما ذهبتم إلى أحسن أنتم من هذا الطرح كشخص طرف مش شخص توافقي نحن قابلين للحوار ومنفتحين على الحوار وحتى الدكتور جعجع شخصيا قابل للحوار ومنفتح على الحوار للبحث بموضوع الرئاسي اللبناني وقال لك أنه نحن الهدف مش الشخص الهدف البرنامج واليوم مش ضروري أنت تتبنى البرنامج بنقاطه الخرفية بس أنت مفترض تتبنى برنامج لبناني وتقلنا شو بدك تعمل بموضوع صليح حزب الله وتقلنا شو بدك تعمل موضوع مشاركة حزب الله في الحرب في سوريا وتقلنا شو بدك تعمل للبلد لأنه نحن أبدا نجيب رئيس لا يعني بأصر بعبدة ويسافر ويتمتع بالامتيازات اللي بيتمتع فيها بدون ما يكون عنده موقف وقرار وحسب بكل الأمور الوطنية نريد رئيس يدير نشاهد في الصورة الأخرى على الهواء مباشرة اعتصام هيئة تنسيق النقبية الاعتصام الذي دعت إليه هيئة تنسيق النقبية اليوم ضمن إطار الاعتصام المفتوح حتى إقرار السلسلة أمام وزارة الشؤون الاجتماعية هذا الاعتصام أمام وزارة الشؤون الاجتماعية موسيقى إرضا قبضاتك يشعبي أعلي أصواتك يشعبي أعلي أصواتك يشعبي تفع قبضاتك يشعبي اخترنا طريق يشعبي حيث تنسيق يشعبي إذن كانت هذه الصورة من أمام وزارة الشؤون الاجتماعية حيث الاعتصام الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقبية برجع لك استيزماروني كنا نحكي عن موضوع الرئاسي وأنه 14 أذار منفتحة على النقاش وكذلك تقول 8 أذار والجنرال ميشيل عون والنقاش قائم في هذه المرحلة بانتظار أي قرار قد يغير هذه المعادلة لليوم بعد صفر بالمية طرح الوزير عبد المطلب حناوي بالأمس نوع من الاقتراح واليوم جريدة الأخبار مستندلة له في حديثة عن رئيس ميشيل سليمان بما يوحي بأنه لماذا لا يبقى الرئيس ميشيل سليمان في قصر بعبدة لتصريف الأعمال إلى حين انتخاب رئيس جديد يعني من خليني إلك نحن نطمئن كلبنانيين وكمسؤولين للرئيس ميشيل سليمان في قيادته وإداراته للبلاد هذه واحد اثنين اليوم على غرار باقي المؤسسات رئاسة جمهورية مؤسسة كلنا بنعرف أن الحكومة لما تستقيل تستمر بتصريف الأعمال إلى حين تأليف الحكومة الجديدة بس الحكومة لأنها تنفيذية سلطة تنفيذية اليوم ما بعرف ليش صار نهج كلما نصل إلى انتخاب رئيس جمهورية عم نفوت بالفراغ يعني صار عدة مرات وكأنه هالرئاسي اللي نحن نعتبرها مميزة وهي حق من حقوق اللبنانيين بصورة عامة ومن المسيحيين بصورة خاصة ما بنعرف ليش مستهدفي ومنفوت بالفراغ وتتعطل الرئاسي لست أو سبعة أشهر فلذلك اليوم في حديث عن إمكانية أن يستمر الرئيس أي رئيس مش فقط الرئيس مشال سليمان أن يتم هون بده يكون في تعديل دستوري معي صحيح بده تعديل أن يستمر أي رئيس في تصريف الأعمال إلى حين انتخاب رئيس جديد الجمهورية أنا واسئ عنده إذن أنه إذا قدرنا عملنا هذا التعديل واستمر الرئيس مشال سليمان بتعديل الدستور يمكن يصير فيه توافق ويمكن يصير فيه توافق حاول إمكانية انتخاب رئيس جديد للجمهورية فلذلك أنا أبلغت الرئيس مشال سليمان وأنا من مؤيدي أن يستمر في تصريف الأعمال وأن ندخل بالفراغ لأنه لبنان لا يحتمل هي محاولة استفزازية لتأمين رئيس جديد لا خليني كمي لأنه لبنان به الظرف الأقليمي الصعب والصاخب وأمام الاستحققات العربية اللي كلها هلأ جاي وأمام الضغط الداخلي ما فيه يستمر بالفراغ ونحن بحاجة إلى رئيس جمهورية بس هناك من يسأل أنه اليوم شو عنده صلاحيات الرئيس لحتى يكون البلد بيوقف إذا ما فيه رئيس خصوصا مع تجربة سابقة بعهد الرئيس أمين لحود دخلنا في شغور في سدة رئيسة وكمل البلد لعقومة مبتورة أول شيء الرئيس هو هو رأس الدولة صحيح يمين حفاظ على الدستور وهو اللي عم يطعم بما هو غير دستوري وهو اللي عم بيمضي القوانين كلها وعنده كتير صلاحيات بقدر ميرسها انتلاقها من القانون وانتلاقها من دوره الشخصي يعني شخص الرئيس له دوره أيضا وبالتالي منا نترك هالهيبي للرئاسي فلذلك ما نتوقف شوي أنه برئيسه هيده شيء خطير جدا هيده هيده مزبوط شيء خطير هيده خطير جدا بس دائما من يستند إلى هذه المقولة صحيح بس دائما من يستند لهذه المقولة يعود إلى فترة إلى مبعد خروج رئيس عميلا حود بناء سلطة بقوله كملنا يعني الحياة تستمر وأنا بقدر إليك أنه بعد ما سقط استقالت حكومة رئيس ميقاتي أيضا استمرنا بدون حكومة 11 شهر وكملنا ويمكن بلا مجلس نواب بنكمل لكن إذا أخذنا هذا المنطق منطق الاستغناء عن المؤسسات عن الرئيس عن الحكومي عن مجلس نواب فنحن رأينا إلى المجهور رأينا إلى تدمير مؤسساتنا وبالتالي هذا كلام خطير نحن لا نرضى فيه موقع رئاسي يجب أن يبقى مصاد ومحافظ عليه وأن يبقى هناك دائما رئيس الجمهورية وفق الأصول الدستورية بهذا الموضوع جلسة الخميس تتوقعون أن لا يكون هناك نصاب لا نصاب لأن الأمور لم تتغير بعد حتى الساعة لكن نحن نحن سنكون في مجلس النواب لأنه واجبنا الوطني والأخلاقي يحتم علينا تأمين النصاب ونتوقع أن يستمر سيناريو 8 أزار على ما هو عليه ماذا يعني أن يقول دكتور جعجع أنا لست مرشح حتى النهاية وأنا لست ضد لست مرشح أنا أو لا أحد هذا الكلام يجاوب على أسئلتك التي حاولت تمرقها بالأول أنه لم تكن لديكم مرشح ومتماسكين فيه قلت لك نحن المرشح بحد ذاته أنا ليس مرشح إلى النهاية أنا ليس أنا أو لا أحد أنا في اعتبارات عديدة دفعتني إلى الترشيح أنا بحكي بلسانه وفي كثير أمور مفيدة بترشيحه كانت ولكن بالنتيجة هو إذا وجد أنه الأمور غير قابلة للاستمرار ما مش متشبس بموقفه وبيزيح لكننا نعرف لمين من ننزيح ما من ننزيح لمشروع خراب بهذا الموضوع تحديدا قبل ما فوت على مشروع الخراب ومن يشكل مشروع الخراب اليوم في لبنان يقول بالأمس منسق الأمانة العامة لقوى 14 أذار دكتور فريس سعيد أنه أرروا للدكتور جعجع مش بيقيدوا أنه ينسحب من هذه المعركة صار قرار 14 أذار أهو قرار 14 أذار صار قرار 14 أذار إذا قال دكتور جعجع أنا ما بقبدي أكمل مش قراره هو جزء من القرار وهو المعني الأول لكن من نتيجة اليوم اليوم كلنا فيه بأعتقد اجتماعات عديدة صارت لقوى 14 أذار وفي بيانات عديدة صدرت لقوى 14 أذار أعلنت أنه سمير جعجع مرشح 14 أذار حتى أشعارناه يعني اليوم برجع لنفس الفكرة بكلام دكتور سعيد إذا الدكتور جعجع عم بيقول أنا لست مرشح أنا أولى أحد بيطلع دكتور سعيد بيقوله أرارك مش بإيدك و14 أذار تعتبر أن الدكتور سمير جعجع مش مرشح أنا أولى أحد فيه استراتيجية عند 14 بس في مين عم بيزيد علابة الفكرة عم بيقوله أرارك مش بإيدك نحن المنقرر ما فيك تنسحب وكأنه نحن أمامنا مولا جعب الماخر آخر خلينا نعتبرها دعم معنوي دعم معنوي ما لما نعتبرها موزهي جدي وبالتالي بيرجع القرار للنواب وللقيادات المعني بالنسبة إلى جولة رئيس أمين الجميل فصلناها ما لهذه الجولة وما عليها الرئيس أمين الجميل مستمر بهذا الطرح لن يأس بعد لن يأس لأنه الرئيس أمين الجميل مؤمن بكيانية لبنان دولي ونهائية لبنان لكل اللبنانيين وبالتالي قلتلك اليوم الرئيس أمين الجميل يستحق عن جدارة لك الباتريارك السياسي لأنه عم يلعب دور صلة الواصل بين كل القيادات اللبنانية أنا أتحمل مسؤولية معقول عم يلعب دور صلة الواصل بين كل القيادات اللبنانية حتى وإن لم ينجح يكفي أن يبادر الإنسان حتى يقوم بمهمة ومش النجاح لو الأرار النجاح بيدنا كنا من أول هار أردنا النجاح كنا رشحنا رئيس أمين جميل وفرضنا النجاح بعد ما رشحته لها الأرار ترشيح رئيس جميل بيد رئيس أمين جميل مش بيد المكتب السياسي فوضوا يحترم كثيرا الرئيس جميل قرار المكتب السياسي ولا يتصرف دون قرار المكتب السياسي لكن المكتب السياسي اجتمع وفوضوا واتخاذ القرار المناسب لو كان رئيس أمين جميل هو المرشح اليوم دكتور سعيد نفس الكلام ما منقبل يتراجع عن الترشيح بعتقد وودي أعطيك صورة بالأمس كنا بمناسبة اجتماعية وكنت أنا موجود وكان فيه نائب قوتي موجود وسأبت أنه وقفين عبطين بعضنا عم نحكي بخبرية وقف الدكتور سعيد قدام البطريال كسفاير وقال نحنا هاي الصورة اللي بدنا إيها دايما بين الكتاب والقوات وهي دي الصورة اللي عم نشتغل من أجل كتر خير ولا دكتور سعيد هيدا البدنا إيه كلاتنا مش بس هو للحديث تتم حول موضوع ترشيح الرئيس أمين جميل تحديدا بس بدي انتقل إلى فقرة الصحف صارت ساعة 11 كريستين حبيب أعدت لنا كبا العادة ضمن فقرة الصحف فأبرز ما جاء اليوم في الصحافة اللبنانية أو صحف اللبنانية الصادرة في العاصمة بيروت وكذلك الصحف العربية والدولية الموزعة في لبنان إليك الهواء شكرا مالك جولتنا مشاهدين رح تبدأ اليوم مع صحيفة الأخبار والأخبار التي عنونت اليوم أشرف ريفي سلم نفسك كتب إبراهيم الأمين قوي أشرف بيك هو ليس مستعدا فقط للقبض على القتلى والذين يحمون القتلى ويعرقلون العدالة كما أتحفنا بل لن يغمض له جفن قبل تطبيق القانون لأن زمن الفجور انتهى حسنا هل لك أيها الجنرال القوي أن تنزل من مكتبك إلى حيث النائب العام التمييزي وتطلب إليه أن يتخذ الإجراءات المناسبة بحقك نظرا إلى ما تهمت به من عصيان لأوامر رئيسك وأهمال لطلبات نيابة العامة في ديوان المحاسبة المالية وهل لك من بعد إذنك أن تطلب منه أيضا فتح تحقيق في اتهام ضابط كبير لك بتزبير أوراق رسمية من أجل تعيين ضباط موصى بهم من قبل السلطات السياسية أما الوقائع ففي مجازها بتاريخ 26.05.2011 أصدر وزير الداخلية زياد بارود قرارا أمر بمجبه اللواء الشرفريفي بإخلاء مبنى تابع لوزارة الاتصالات بعدما احتلته مجموعة من عناصر فرع المعلومات بالقوة بأوامر مباشرة من رئيسهم يومها خالف ريفي الأوامر وقرر أنه أعلى مرتبة من القانون وأنه أقوى من الدولة بعدها استقال بارود وبقي ريفي بتاريخ 27.05.2011 طلب رئيس الجمهورية ميشيل سليمان من وزير العدل إبراهيم نجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ريفي لأنه تجاوز حدود سلطته وصلاحياته قام نجار بإبلاغ نسخة من الطلب إلى المدعي العام التمييزي القادي سعيد ميرزا يومها علق ريفي على ذلك بالقول لجنازة حامية والميت كلب صمت سليمان وطارة الحكومة وبقي ريفي بتاريخ 30.05.2011 تقدمت الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الاتصالات من النيابة العامة العسكرية بدعوة ضد اللواء الشرف ريفي بجرم التمرد والعصيان المسلح يومها نامت الدعوة في أدراج القضاء ولا تزال وبعدها استقال نحاس وبقي ريفي من صحيفة الأخبار ننتقل إلى صحيفة الجمهورية والرئاسيات ثلاثة أيام حاسمة في شأن استحقاق الرئاسة في لبنان تتوقف على نتائج الاتصالات الدولية التي ستبدأ اعتبارا من اليوم وعلم أن هذه الاتصالات لن تكون على مستوى السفراء ووزراء خارجية إنما على مستوى رؤساء دول معنية مباشرة بالشأن اللبناني وإذا تكللت بنتائج إيجابية متبادلة بين الاتحاد الأوروبي والفاتيكان والولايات المتحدة وروسيا فقد تترجم بموقف لسفراء هذه الدول إما مجتمعا وإما منفردا في لبنان لكن هذه الاتصالات بحسب الجمهورية ما كانت لتحصل على هذا المستوى لو لم يكن هناك تهديد جدي للاستحقاق الرئاسي وشعور المرجعيات الدولية باحتمال شغور منصب الرئاسة وفي هذا السياق كشف النقاب عن مسعى الفاتيكاني مهم حصل في الساعات الثماني والأربعين الماضية لحظ المجتمع الدولي على القيام بأي مبادرة ممكنة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية إذ إن الفاتيكان يعتبر أن شغور منصب الرئاسة إذا أضيف إلى ما يحصل للمسيحيين في سوريا وما حصل لهم في العراق ومصر إنما يشكل شبكة متكاملة لإضعاف الوجود المسيحي في الشرق الأوسط ننتقل الآن إلى صحيفة أسفير سيسير الرئيس نبيه بري مسألة الخروقات الإسرائيلية وآخرها في رأس النقورة خلال اللقاء الذي سيعقده اليوم مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان داريك بلومبلي ومن المتوقع يلوح بري بإمكانية تعليق الاجتماعات الثلاثية في النقورة بين ممثلي اليونيفل والجيش اللبناني وجيش الاحتلال احتجاجا على استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة اللبنانية وقال بري إن هذا الاختراق الإسرائيلي الجديد للأراضي اللبنانية هو برسم كل الغيارة على السيادة والاستقلال وبرسم كل الذين يستعجلون التخلص من المقاومة متجاهلين أن أصل المشكلة يكمن في النزعة العدوانية لدى الاحتلال الإسرائيلي وليس في من يقاومها وتساءل عن الجدوى من الاستمرار في عقد الاجتماعات الثلاثية معتبرا أنها أصبحت من دون معنى ويجب وقفها في ظل استمرار الاختراقات الإسرائيلية إلى اللواء وجديد سلسلة الرتب والرواتب تقول اللواء أن هناك مبادرة من ثمانية بنود لإنقاذ هذه السلسلة وكشف مصدر النقابي أن من الاقتراحات التي يجري تدولها أعطاء ست درجات استثنائية لكل موظفي القطاع العام وأسلاكه إضافة أربع درجات ونصف الدرجة للإداريين تعويضا عن الغبن اللاحق بهم الإسراء بإقرار قانون تصنيف وتوصيف وظائف الإدارة العامة وأيضا تطبيق قانون من أين لك هذا ورفع الغطاء عن المتورطين بجرائم الفساد والرشاوة إعادة النظر بهيكلية الوزرات ومهامها ضبط الهدر في الجمارك والمرفأ والمطار منع التهرب من الرسوم العقارية في معاملات البيع ورسوم التفرغ والانتقال حصر فرض الضرائب على الكماليات فقط مثل السيارات الفاخرة والسمو والكافيار والسيجار والعطور فضلا عن المشروبات الروحية والسجائر ووفقا للمعلومات نفسها فإن هذه المبادرة من شأنها أن تردم الهوى بين أرقام اللجان النيابية والمطالب التي تتمسك بها هيئة التنسيق إلى الرعي الكويتية وخبر أمني من مخيم عين الحلوي كشفت مصادر فلسطينية عن خطة أمنية محكمة أعدتها اللجنة الأمنية العليا للإشراف على أمن المخيمات في لبنان لتفعيل دور القوى الأمنية المشتركة في مخيم عين الحلوي وتتضمن تفعيل القوى الأمنية المشتركة ورفضها بعناصر جديدة وهي تدعو كل الفصائل الوطنية والإسلامية للمشاركة فيها على قاعدة ليس في المخيم فريق عدو لفريق بل هناك عدو واحد وهو إسرائيل على أن تنتشر هذه القوى في كافة أحياء عين الحلوي وأشارت المصادر إلى أنه يجري البحث في إعادة هيكلية القوى الأمنية بحيث يجري تشكيل لجنة قيادية للإشراف عليها مع توفير دعم مهمات هذه القوى بالغطاء السياسي الفلسطيني والأمني القضائي اللبناني ثانيا وتأمين الإمكانات التقنية من عتاد وأموال وتركيب كاميرات مراقبة في مناطق انتشارها وفي البقع الأكثر عرضة لحوادث أمنية ومن الرأي الكويتية ننتقل الآن إلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية التي تفردت بنشر تقرير جندت مدينة نيويورك مهاجرين أغلبهم مسلمون في السنوات التي أعقبت أحداث الـ 11 من سبتمبر للعمل كمخبرين يتنصطون على رواد المقاهي والمطاعم والمساجد ونقلا عن وثائق ومقابلات مع مسؤولين كبار سابقين وحاليين في الشرطة فأن الشرطة الأمريكية سعت لتجنيد مهاجرين مثل بائع متجول للأطعمة من أفغانستان وسائق سيارات لموزين من مصر وطالب من باكستان بعد اعتقال معظمهم بسبب مخالفات بسيطة ومن هذا التقرير الأمني إلى صحيفة الشرق الأوسط هو مقالة الزميلة ديانا مقلد تحت عنوان أعيد لنا بناتنا إنه الهاشتاغ الذي يشغل العالم الآن bring back our girls أو أعيد لنا بناتنا بعد أن خطف مرتزقة بوكو حرام في نيجيريا عشرات الفتيات لكن هل يمكن لهاشتاغ على تويتر أن يعيد الفتيات المخطوفات اللواتي جرى سوقهن إلى مناطق حدودية نائية ولا أحد يدري إن كان بوشرا ببيع بعضهن أو جميعهن أو ماذا حل بهن يبدو مشهد فتيات مرتعبات في مناطق وعرى مع مرتزقة قتلة في مقابل مشهد أفراد صادقين من حول العالم يتجمعون حول هواتفهم أو حول حواسيبهم يحتسون القهوة ويتابعون أخبار القضية والمشاركة برأي أو صورة أو تعليق غير متكافئ وفيه شيء من السذاجة فالتجربة علمتنا أن الاهتمام العالمي سيذوي سريعا وأن طول مدة الأزمة سيدق في الحماسة إسفينا سبق أن طال كثيرا من القضايا والظلامات ولنا في الانكفاء العالمي عن الموت السوري خير دليل نختم الجولة مع الهوفينغتن بوست وهذا الخبر إليكم طريقة للهروب من امتحانات نهاية السنة أندرو طالب في المرحلة الثانوية أصبح نجما على الإنترنت الأسبوع الماضي فهو عقد شرطا مبدئيا مع مدرسة الفنون يمكنه من تجنب الخضوع لامتحان آخر السنة ويقضي الشرط بإعفائه من الامتحان في حال حصل على 15 ألف ريتويت لتغريدته التي تقول لا للامتحان وهي تخطط حتى الساعة 8 ألف ريتويت إلا أن مصادر في المدرسة في تكساس نفت أن تكون قد وافقت على الشرط ولكن مصادر المدرسة تكذبها هذه الصورة التي تظهر المدرسة وهي تسلم على أندرو وكأنها وافقت على شرطه إليك مالك كان بدي أعلق على الموضوع بس النعيب حنة غريب صار جاهز ومباشرة عندنا الاعتصام إلى اعتصام هيئة التنسيق أستاذ إليماروني بموضوع سلسلة مش هنلحقنا وعم نحكي اليوم أصبحت مادة خلفية يقول المتظاهرين أمام وزارة شؤون الاجتماعية أنه نعم بواجه حرامية لك مطالب الموظفين والعمال والإداريين والعسكريين كلها مطالب محقق ومطالب المتقاعدين هي محقق أكثر وأكثر وأكثر لأنه كلنا بنعرف أنه صرفت تعويضاتهم بأيام وكانت الليرة عم يتلاعب فيها إلى آخره لكن ونحن متعطفين معهم ومعضيتهم ومنشعر بواجعهم ومنشعر بأهمية مطالبهم لكن اليوم الدولي والمعنيين ما عم يحاولوا إيجاد التغطية المادية اللازمة لسلسلة الرتب والرواتب من مصادرها الحقيقية فنحن كنا ضد أنه نعطي الموظف زيادة على راتبه ونعشطيها من تنميل ضرائب وارتفاع أسعار كنا طرحنا إمكانية خصخصة الكهرباء توفير العجز عن الخزيني اللي يقدر بنفس المبلغ تغطية سلسلة الرتب والرواتب فإذا كان في جدية في التعاطي مع هذا الموضوع من قبل اللي بإيديهم الحل والربط بدأ تطلع من هذه الناحية وبرجع بإلك مطالب الهيئات النقبية مطالب محقة ولازم كلنا نكون كيف يمكن فرض هذا التوازن بين قدرات البلد على أعطاء هذه الزيادة وبين الحاجات اللي هي فعلا حاجات ملحة يعني فيه هادر كتير فيه فساد كتير فيه إمكانية كتير لضبط إرادات الدولة بمناطق عديدة من لبنان إذا اليوم فعلا بدنا نعطيهم هذه السلسلة من الرتب والرواتب خلينا نطلع بجدية إلى موارد الدولة معالجة موضوع مواضيع الفساد في المطار في المرفأ في الكهرباء في كتاعات عديدة اليوم كلنا منعرف قداش فيها هادر وقداش فيها فساد وقداش فيها سرقات مش أكتر من هاي ومن حق المواطن أنه يعيش ومن حق الموظف أنه يعيش حياة كريمة بدأ إصلاح بدأ إصلاح لذلك يعني أنا ما بعرف بتمنى على هيئة التنسيق النقبي أيضا تخفيف احتقان الشارع والنظر يعني صار كلام تقليدي عم يتكرر كل يوم بدأ إرجع لأسيس حنى غريب وبعده عم برجعنا البطرك الراعي على موضوع الرئاسة بيقول يرحب برئيس جميل بالقول أهلا بباني الجسور إلى وزارة الشؤون وبرجع لك مش ناسك الزيبين تزمو تزمو بالاتفاد ما بدنا شيء يبدو أنه في مشكل تقني فعلا تقنيا مش عم تزبط بدأ توقف مع فاصل يعني إعلاني بعض الفاصل إعلاني أهلا بباني الجسور أهلا فيك فاصل قصير وأنا عود عود لكم مشاهدين ولو متابعة برنامج الحدث هو ضيفي رئيس كتلة الكتائب أنيابية النابئة لماروني السيد ماروني برجع لك رح نرجع على الملف الرئاسي لأنه رجعنا البطرك حينما يرحب الرئيس أمين الجميل يقول أهلا بباني الجسور ألم أقول لك أنه بطريارك سياسة تب بسيدي عباي من بكركي مين غيره عم يبنيها الجسور مين غيره عم يخترق الحواجز ماذا يعني هذا الموضوع في السياسة أين تصرف إذا إلي على صعيد الشخصي أنا أتطلع إليه رئيس الجمهورية بفعل الخبرة التي اكتسبها والحكمة والاتزان اليوم قادر أمين جميل تقرى الغوات اللغنانية بأمين جميل مرشحا للرئاسة بالتأكيد إيه مثل ما قابلت الكتايب سامير جعجع مرشحا للرئاسة بالتأكيد إيه مفروض بالتاريخ والمستقبل ما بين الكتايب والقوات هو ولادي وحدي ومصير واحد وطريق واحد وتاريخ واحد مش كتير واضح بيصير فيه تنافس على الأرض بين الشباب وهذا شي طبيعي ومشروع بين حزبين بيصير فيه تنافس تنافس على الأرض لكل يذكر كيف رئيس أمير جميل لآخر دقيقة لتبنتها مش صحيح هيدا الكلام لأنه كانت الجلسة نهار الأربعة وكل الأحزاب والطيارات اللي بأربط عشر ظهروا الشخصيات كانت كل الدنيا أعلنت موقفها نهار تلاتة بس كانت كل أربط عشر قدار ناطرة موقف رئيس أمير جميل وشو خيب الأمال ولا كان متل ما لازم يقول بغض النظر خيب ولا لأ بغض النظر بس أنه رئيس أمير جميل ظل لآخر لحظة مش لآخر لحظة عم يبحث بإطار آخر لا مش صحيح كانت تنين هو عيد الفصح وبعد عطلي عملنا المكتب السياسي التلاتة هيدا القرار بعود المكتب السياسي الساعة تلاتة بس خلص المكتب السياسي أنا تلايت المقرر صحيح بس الكل يذكر أنه نهار الثبت كان في مشروع أعلان ترشيح رئيس أمير جميل وتغير بآخر لحظة هيدا كان بالإعلام والإعلام ضخم لأمور وبالتالي أكبر دليل إنه حتى الساعة رئيس جميل لم يعاني ترشيح غريب كيف ما بتقبله يعني هيكي مصرين عنه تبينوا لفيها أروز بيناتك هي هي أروز أروز مش ملونينا شوي يعني نحن أرزتنا خضرة وهني أرزتون خضرة بغض النظر الأرزي جزء من شعار بيكفي إنه تنينتنا شعارنا الأرزي الخضرة هي أرزة لبنان هيدا عالم لبنان مش بس شعارك بس في كتار غيرنا نسيوا أرزة لبنان ونسيوا لبنان في كتار نسيوا لبنان وأرزة لبنان بس ما بيمنع أنه هيدا شعار لبنان وأنا اللي عم بحكيه مش مبدأ أرزي ولا شعار عم بحكي إنه دايما تحاولون تسويق وكأن الحياة لونة زهري بيناتكو يعني بين المرأة وجوزة بالبيت بيصير فيه تنافر وبيصير فيه خلفات بالرأي إنه شو بدأ وبين المطارني ببعضهم والخوارني ببعضهم رجال الدين ببعضهم بيصير فيه تنافر بس مننا بيوصلوا أيام لطلاق نحن بالعكس عم نوصل حتى بيصير فيه خيانة نوسع الممرات اللي بين بيتنا ناكو الحال مش رح فود كتير بهيدا التفصيل ما رح يطلع لك شي لأنه بالنتيجة نحن نؤمن بكل وحدة كل اللبنانيين فكيف بالحلفاء إذا ما كانوا ناكو الحال مش رح يطلع لشي فلننتظر يمكن الأيام اللي تبين ناكو نحن هل منبر حالي يمكن الأيام اللي تبين ما كتير تراهن عا أنه ما يطلع لشي الأيام يمكن تبين مش أنا صار لهم بعض الإعلاميين مرهنين على هذا الكلام سنوات وسنوات وبكل استحقاق وبكل محطة برهنوا على الخليفات وللأسف عم نخيب لهم أملهم مش لأنه فيه أجنحة داخل كتائب اللبنانية داخل كتائب اللبنانية فيه ديمقراطية وفيه تعدد بالقراء وفيه تصويت على القرارات والقرار اللي بيتخص بنلتثم فيه جميعا سكرنا ملف الرئاسة عندي ملف زيارة البطريارك إلى القدس عندي ملف المحكمة الدولية وعندي ملف الملف السوري وربطا بالملف اللبناني لأنه حضرتك قلت بأول الحلقة أنه قد نصل إلى مرحلة وغالبا سنصل إلى مرحلة لن يكون هناك انتخابات رئاسية قبل ما تنحل بسوريا وبمصر وبإيران كل هذا المحور طيب إذا بديفوت علا بهذه النقطة نرى في هذا الموضوع النموبي الإيراني واصل لأقصى حالات التوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية فلاديمير بوتين صار إخة تلتر بيع أوكرانيا باستفتاءات ومش عم تقدر ولا أي دولة تغير فيها بالنسبة للوضع السوري ميدانيا باعتراف المعارضة النظام كتير عم بيرجع يسيطر على مناطق بالوضع المصري عبد الفتاح السيسي مشروع رئيس حسم الأمور عشو بعدكم عم تراهنوا مش عم نراهن على شيء نحن عم ندعو إلى نبنى ند كل القرارات ونحن كل مرة بنقول أنه لبنانية تأثر بالوضع الأقليمي عم نستعم بنبلش بكلمة وللأسف لأنه نحن ما بدنا يتأثر بشيء لكن كلنا بنعرف اليوم أنه بالوضع السوري بدءا من الوضع السوري أنه فيه فريق من اللبنانيين عم بيحارب إلى جانب النظام وأدخلنا بوحول الحرب السورية وبالتالي عندنا مليونين نازح سوري مبارح كانوا عم بيجولوا بالنبعة والدكواني والجدايدي حمين سوار رئيس بشار الأسد يعني حتى عم نوننا الانتخابات إلى شوارعنا الضيقة فلذلك صرنا مرتبطين حكما بهذه التدخلات لأنه فيه فريق من المسؤولين يرتبط حكما بأوامر النظام السوري أما الوضع في إيران فكلنا بنعرف اليوم أنه عندنا مبارح بالأمس الكلام اللي كان مرفوض أنه حدود إيران تنتهي بجنوب لبنان وبالتالي رفضنا كلنا هذا الكلام لكن للأسف فيه فريق من اللبنانيين اللي هو حزب الله بالتحديد أوراقه كلها بالسلة الإيرانية وبالتالي هو يخاضع للنظام الإيراني من حيث المال من حيث السلاح من حيث تدريبات أنا فيما أن يقول أيضا أنه كل الأحزاب اللبنانية تتوزع انتماءات مش مظبوط هذا الكلام الأحزاب اللبنانية إذا كانت بتوالي بموقف إعلامي غير الحزب يلي عم يجي سلاح ومال بتوالي بموقف إعلامي؟ إنه كيف فيكتني تمويل الأحزاب اللبنانية من وين؟ شوف يتحين كاريتاس أو مرمان سودوكول في حزب ما بياخد من بره حزب لبناني مسلح عم يفرض سلاحه على القرار اللبناني عم يروح يحارم إلى جانب دولة إقليمية وعم يفرض كل اللي عم يعملوا حزب الله يعني اليوم المقارنة لا تجوز بين الأحزاب اللبنانية إذا إجيها أنا ضد منطق المساعدة من الأساس أنتم ضد سلاحها إذا إجيها مساعدات بس ما فيك تقارن المساعدة طب كيف عم تترجم هذه المساعدة على الأرض؟ إلي إذا كان في حزب عم تيجي مساعدات من الكويت إلي شو عم يعمل لصالح الكويت على الأرض اللبنانية؟ مثلا عم بعطي مثل بينما بالمقابل للسلاح الإيراني والمال الإيراني عم نعرف شو عم يعمل عم يعمل دولي داخل الدولة اللبنانية فلذلك نحن مرتبطين بالوضع الإقليمي وأي تطور إيجابي من راهي على أن ينعكس إيجابيا على لبنان لأنه لما بدأت تنحل قضية السلاح النووي بإيران ولما بدأت تنجح المساعدة تقوم فيها سلطنة عمان بهذا الإطار بين أمريكا وبين إيران ولما بدأت تاخد مدها بالحل فنحن منتطلع أنه إذا السلاح الإيراني النووي وحل أمره فسلاح حزب الله مش سيحل أمره فبالتأكيد سيحل أمره هنا على الصعيد الداخلي لأنه سلاح حزب الله هو سلاح غير يعني ما بعرفش بيقول الكلمة يعني خارج بناء الدولة اللبنانية ومدرد لاستمرارية الدولة اللبنانية وهو يدوايلي على حدود الدولة اللبنانية سمعتوا بأنه إسرائيل عم تحاول تخرق أراضيناك اليوم وبالأمس كنت عم تحاول تزرع أبوات وإسرائيل ستستمر بعدوان وهي مهمة الجيش اللبناني أنه نسلحه ونقوي وهو يدافع عن كل الأراضي اللبنانية ومهمة الشعب اللبناني كل الشعب اللبناني لما بتتعرض أرضه للعدوان من يبنعتك؟ لحظة خليه كملك لما بتتعرض أرضه للعدوان أيضا أنه الجيش اللبناني يدفع عن قد لبنان بس سمعتوا أنتوا أنه الطيران السوري عم يعمل غرات كل يوم على عرسل وعلى مناطق بين مقاع اللبناني وعكار اليوم بلشت عملية تسليح الجيش من خلال الهبأ السعودية المشكورة وبالتالي من خلال السلاح الفرنسي وبالتالي خلينا نعطيه للجيش الزخم اللازم والقرار اللازم مين كان عم يمنع تسليح الجيش حتى لـ 2014 أو 2013 نحن هلأ عم نحكي بالنسبة للمستبل إذا بدك تقلي الأماركين ما كانوا عم بيسلحوا الجيش اللبناني والفرنسوية ما كانوا عم بيسلحوا الجيش اللبناني نحن قلنيها ميرارا تكرارا إذا إيران بتسليح الجيش اللبناني نحن منرضى بتسليح الجيش قدما يتعرضوا ما قبلت الدولة اللبنانية يوما يجي يوما بتقبل نحن بالنتيجة نع تسليح الجيش اللبناني مع هو يقوم بيدوروا بحماية الحدود وضرب كل من تسول له بخرق الأمن سواء كان إسرائيلي أو سوري صحيح مع تقويات الجيش اللبناني زيارة البطريات بس ما شفتش أنه بإسرائيل عم تخرج الحدود وتحاول تخرج الحدود ما شفتش عمليات المقاومة كسرت الدنيا ودافعت عن أرض لبنان نسيوا أنه في جنوب لبنان صلنا من 2006 لا ما شفت عمليات عمليات اللبوني بعد مصر عملية وحدة عملية واحدة على الأقل عملوا عملية يعني مش بمعرض الدفاع عنهم بس أنه فعليا الفريق الآخر بيقلك معناتها مستنفرين الجماعة عدلي العمليات بالداخل مقارنة مع عمليات الحدود بتعرف قداش الفرق كبير بتكون يا يرجع يفتح جبهة إذا كانت إسرائيل عم تحتدي الشعب اللبناني داعم للجيش اللبناني بيفتح جبهة لا لا عمقول أنه أنت تأخذ على حزب الله بأنه اليوم ما عمل شي بالجنوب وأنه نسي جبهة الجنوب أنتوا بتقبلوا يفتح جبهة جنوب أنا أأخذ على حزب الله أنه صار الجنوب هوي الزريعة لاستمرار حمل السليح بالداخل طب بأنتوا بتسمحولوا بأنتوا برأيكم بتقبلوا أنه يفتح جبهة عن جديد بجنوب إذا كان عم يدافع عن الأراضي اللبنانية لي لا أوكي بس أنت عم تتحدث عن خروقات دون أن تتحدث عن دفاعات معركة اللبوني صارت بأنه زرع عبوة مشان ما يخترق الإسرائيلية يعني بتغطوها ما حدا اعترض عليها وما حدا نفيها وما حدا لكن خلينا أقول لك بدنا نحل نحن القصة اليوم بدنا دولي والدولي ما بتقوم مع دوايلي والدولي ما بتقوم بجيشين والدولي ما بتقوم بسلحين ما شبعتوا بقى هريان الوضع اللبناني ما صرتوا طوقين ومشتقين لدولة لبنانية قوية قادرة على حسب كل الأمور مبارح كده بترابلوس عم نتفرج على رالي ميني ماراتون ميني ماراتون ما بعرف شو كانوا عاملين بس كان في فرح بترابلوس صحيح شفت لما رجعت الشرعية وارتحنا من الدكاكين أنا كنت فوق مبارح ترابلوس كير مرتاحة نحن منحبك لأنك بتحب بترابلوس كتير مرتاحة وكتير رجعت تتنفس نحن ترابلوس تعنينا عنا نائب بترابلوس حسبنا يعني لا مش يعني بكل معنى الكلم صحيح ويني بترابلوس لكن صح جبال لا لم يطلع على ترابلوس بتسألوا إله ماشي ركن بيرح بالماراتون على الماراتون ماشي الحال ماشي الحال على كل حال بدي أحكي بموضوع زيارة البطريارك إلى القدس أخذت الكثير من الجدل هذه الفكرة هناك من هاجم هذه الزيارة هناك من انتقدها هناك من رحب فيها موقفكم شو؟ نحن مع البطريارك في كل ما يقوم به والبطريارك يقوم بزيارة رعوية وكتير مهم أنا بيسألوني مرات يعطيك متى لصغير ليش بتطلع على المحطة الفلينية وهي معادية لخطكن السياسي بقول لهم بطلع لسمعهم بمحططهم صوتنا الحقيقي وبالتالي كتير مهم موقف البطريارك لما بدو يروع على القدس إذا ما يسمع منك هلا مثل ما سمع منك ببطريارك السياسي لا أنا سمعته عم بيقول بطريارك السياسي كتير مهم كتير مهم يروح يقول بالقدس القدس لنا كلنا مسلمين ومسيحيين مش بس لليهود كتير مهم يروح يقولهم ببيت لحم هيدي أرض مقدسة للمسيحيين مش لليهود وأهم القول أنه عم بيقولوا من هونيك بس يؤخذ يؤخذ عليك مش رايح يعمل اتفاقية سياسية منتقدوا هذه الزيارة يأخذون على البطريارك الرعي أنه سيمر على الحواجز الإسرائيلية وسيتم التدقيق بدخوله وخروجه عبر الإسرائيلين فإذا ما نستسلم بهذه الأمور يعني ما حدا رح يروح يواجه ما حدا رح يروح يتفقد الرعاية في رعاية للموارن هونيك وبالتالي من وجه البطريارك أنه يتفقدون واليوم حتى إذا دخلك الرئيس الفلسطيني عم يزور كل البلدين العربية وبأهبها استقبالاته وهو يفايته طالع عم يمرو على الحواجز الإسرائيلي صار إسرائيلي شيء أو صار عميل للإسرائيليين اليوم نحن نتحداهم هن محتلين للأرض ونحن نروح نقلهم من جوه هيدي الأرض لألنا ولازم يشكر البطريارك الرعي على ما يقوم به آخر محور في هذه الحلقة المحكمة الدولية غدا تمثل قناة الجديد وجريدة الأخبار أمام المحكمة الدولية بتهمة تحقير المحكمة شو بده؟ بدي موقفه بدي أقلك أنه من هون بكامل مسؤوليتي واجه تحية للسيدي كلمة خياط على شجاعته لأنه راح تتواجه التهمي المواجهة إلى وتحاول تثبت برائطة بلا هاي ما كتفت أنه تقعد من هوني وتجيش الإعلام ضد المحكمة الدولية خليني أفصل نحن مش ضد المحكمة خليني أفصل بس لتوضيح نحن مع المحكمة الدولية نحن نريد الحقيقة ولكن الحقيقة الحقيقية تفضل هولا المحكمة الدولية هي مهمة جدا لكشف كل حقائق الجرائع في لبنان نحن ننتظر الحقيقة وأحقاق العدالة من المحكمة الدولية في تهمي وجهة إلى كلمة خياط كان يجب أن تعالج بطريقة أشمل وأفضل من الحكومة اللبنانية وأن تحافظ الحكومة اللبنانية على مقدسات الحرية الإعلامية في لبنان لكن ما شفنا مجلس الوزراء تحرك بهذا الإطار إلا شكليا ولكن موقف السيدة خياط بزهابة إلى لهاي أثبت بالنسبة لي برائطة وقناعة أنها بريئة وبالتالي نحن نتمنى لها التوفيق ونشارككم كل التأييد والدعم لموقفها على كل حال في تعليق صغيرة لبالآخر بدي أعلق بس للتذكير بكرة 13 عيار 2014 الإعلام اللبناني سيمثل أمام المحكمة الدولية رفضة للتعرض للكلمة بلبنان وتضامنا مع الإعلام سنواكب جلسة المحاكمة مباشرة إعلاميين حقوقيين قانونيين وناشطين من نقابة الصحافة من العاشرة صباحا حتى الثانية ونصف ظهرا الكل مدعو لمشاركتنا هذه الجلسة لمتابعة المحكمة الدولية ولرفض التعرض للإعلام اللبناني في نقابة الصحافة غدا من العاشرة صباحا هو مفتوح من نقابة الصحافة شكرا لألك على مشاركتك معنا في هذه الوقفة شكرا لحزب الكتيب يلي لطالما كان موقفه مشرف إلى جانب الإعلام اللبناني يقول كما تقول قناة الجديد نحن مع المحكمة ولكن نحن مع المحكمة التي توصلنا إلى الحقيقة الحقيقية نحن مع المحكمة التي تعمل جاهدة بكل شفافية وأخلاق للوصول إلى كشف القتلى لوقف آلة الغتيال في لبنان ولكن في نفس الوقت نحن مع حرية الصحافة نحن مع تصويب عمل هذه المحكمة إذا أخطأت في مكان معين هذا موقف مشرف لحزب الكتائب شكرا جزيلا لألكم على هذه الوقفة معنا على الرغم من موقف وزير الإعلام لهو وزير الإعلام مسأل الحكومي اللي انتقادنا هلأ موقفه ما مسأل حزب الكتائب مسأل حكومي اللبناني أكيد ما مسأل حزب الكتائب موقف حزب الكتائب واضح جدا مسأل حكومي اللبناني اللي ما كانت قد المهمة بهذا الموضوع وهو ما كان قد المهمة بوزارة الإعلام شكرا لألك سي إلي ماروني مش لحملك الموقف نحن عم نتمنى هو مش قد الموقف شكرا لألك استيز إلي ماروني على مشاركتك معنا في هذه الحلقة أهلا وسهلا فيك مشاهدين الموعد بيتجدد غدا عشر ونص صباحا بتوقيت العاصمة بيروت حتى ذلك الحين إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى